السلام عليكم كيف الحال أخواتي إن شاء الله بخير حبيت أفيد بها المعلومة هاي إذا فيها فائدة ما بعرف يجوز أغلب الناس تعرفه يجوز فيه ناس ما بتعرفه بالنسبة للبوال الحكومية الإيدولات في بعض الناس مسجل القيد بالنفوس يطلع عنوان بيتها صحيح يقيد بالنفوس لكن بقيد الهجرة يطلع عنوان غير عنوان فلذلك أنا راح أشرح لكم كيف الواحد يعرف أن القيد مسجل عن نفوس مثل مسجل بيازين مثل ممسجل بالنفوس نفوت على هاي إشارة البناء ثاني وحدة من على اليسار تمام تطلع عنا كل البوابط الحكومية للخدمات نحنا بدنا القتش إدارة سيه هاي قتش إدارة سيه تمام تطلع عنا هاي آخر وحدة الهلال طبعا إشارة الهجرة تطلع عنا هاي المعلومات أنا راح ترجم لكم الصفحة لحتى تعرفوا شكو المطلوب منه مثلاً عم يقول نتاج الاستعلمات عن المعلومات الشخصية الخاصة بالحميل مؤقتة تصريح الإقامة غير ونتاج الاستعلمات تشكلها هاي حسب الواحد تصريح مرور هاي إذن السفر المهم على أول وحدة هاي معلومات تطلع لك انت شو نسجل وشو عنوان بيتك تمام؟ أنا راح ترجمها على العربي طبعاً شايف أنا عنوان بيتك بأسلر هو عطيني بغازي عصمان باشا وهي المعلومة أغلب الناس يجوز ما بعرفها ما بعرف القيد ببيازيد تتأكد منه أنه عنوان بيتك نفس مموجود حلقي دولات ربما يكون شكلي ولكن الواحد يتأكد و جزاكم الله خير شكراً لكم